من دبي ينضم إلينا مراسلنا عبدالله الزعبي عبدالله تفاصيل أكثر حول القمة في أي توقيت ستبدأ وهل ستكون يعني معلنة هل ستكون بشكل مغلق هذه القمة ماذا في التفاصيل نعم في التفاصيل يبدو أن القمة قد عقدت بالفعل حسب وسائل الإعلام بحرينية وحسب أيضا المستشار الإعلامي لملك مملكة البحرين لذلك هذه القمة وكما ذكرت وسائل الإعلام جمعت القادة الثلاث للحديث عن العلاقات المشتركة بين البلدان الثلاثة وأيضا سبل تعزيز هذه العلاقات وبحث العديد من القضايا الدولية والإقليمية وأيضا أبرز القضايا على الساحة الإقليمية وهي القضية الفلسطينية من خلال هذه القمة تم الحديث عن إمكانية عودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات وأيضا للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وأيضا الوصول إلى إنشاء دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشريف إذن هناك العديد من القضايا قد تكون نوقشت أيضا من خلال هذه القمة خاصة وأننا في منطقة تشهد العديد من التقلبات السياسية سواء التقلبات السياسية أو حتى العسكرية وأيضا تشهد عديد من الدول العربية تدخلات في شؤونها الداخلية أو تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية خاصة فيما يتعلق بقضية الحرب في ليبيا أو القضية الليبية وأيضا ما يحدث في اليمن من تدخلات سواء من إيران أو حتى من تركيا وتركيا وأيضا ما يحدث في سوريا والتدخلات الخارجية الحادثة على الأراضي السورية إذن هناك العديد من القضايا التي يمكن مناقشتها من خلال هذه القمة هل رشحت أي تصريحات من القادة وهل عرف إن كان سيكون هناك أي مؤتمر صحفي؟ لا يوجد هناك تصريح رسمي لكن كما ذكرت في البداية هو بحسب ما ذكره مستشار الملك مملكة البحرين بأن القمة قد عقدت وقد تم بحث خلالها العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى القضايا الإقليمية التي تم مناقشتها من خلال هذه القمة لكن لم يعلن بالتأكيد عن أي مؤتمر صحفي سيعقد من خلال هذه أو بعد هذه القمة شكرا جزيلا من دبي مراسل الغد عضل الزعبي